بالدار البيضاء أعطى وزير النقل واللوجستيك محمد عبدالجليل انطلاقة فعالية النسخة العاشرة من المعرض الدولي للنقل والخدمات اللوجستية لإفريقيا والمنطقة المتوسطية لوجيسماد المعرض المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحت شعار تعدد القنوات ثورة حقيقية في لوجستيك التوزيع اتجاهات وتحديات يركز على رهانات تعدد القنوات في لوجستيك التوزيع وتحديات الكبرى في مواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية اليوم الموضوع تسمى بالفرنسية القنوات ككل فالقنوات ككل تتعني بانه لوجستيك خصة اقلم مع طرق جديدة ديال التسويق وديال السلسيل وديال الاقتناء للاوتي يستعملها الزبناء ويهدف هذا المعرض الذي يشكل فرصة للقاء جميع الفاعلين في مجال النقل واللوجستيك وسلسلة التوريد الى تجميع مهني القطاع والصناعيين والموزعين من اجل ايجاد اجابات للرهانات الاقتصادية والبيئية الحالية هذه الاهمية التي يعطيها لهذا القطاع المهم التي تلعب واحد دور بالنسبة لا الاقتصاد الوطني ولا بالنسبة للشركات المغربية لتقوية المنافسة ديالهم وتشهد هذه النسخة المنظمة تحت اشراف وزارة النقل واللوجستيك بشراكة مع الوكالة المغربية لتنمية الانشطة اللوجستيكية عقد عدد من الفعاليات والندوات رفعة المستوى ولقاءات بوغتنات الرقمية بالاضافة الى فقرة خاصة بالاحتفال بالذكرى العاشرة لمعرض لوجيسميت